آه بص مفيش حد في مصر على رأسه باضحة خالص بالعكس كل حاجة بتجرى بتعرض عيانا بيانا بمنتهى الشفافية لأنه مفيش حد النهاردة ما بيشتغلش مفيش مؤسسة ما فيش وزارة ما فيش جهاز ما بيشتغلش على الإطلاق بل بالعكس الكل عنده اليقين الكامل إن الشغل بما يرضي الله وبمنتهى الكفاءة هو المنفذ الوحيد لنا كلنا في كل الأزمات اللي ممكن نكون بنعدي بيها شوف على سبيل المثال بيان وزارة الداخلية علشان تشوف التعامل ماشي ازاي بدقة وبمنتهى الشفافية خطوة بخطوة البيان بيقول نصا تبلغ للأجهزة الأمنية في حوالي الساعة 9 صباحا اليوم الموافق 14 الجاري بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة على الفور انطلقت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات كما أسفر الحريق عن إصابة ضابتين وثلاثة أفراد من قوات الحماية المدنية أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور تاني بمبنى الكنيسة والذي يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلال كهربائي وأدى ذلك لانبعاث كميات كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابة والوفيات ويجري حاليا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية طيب خليني قبل ما هقولك أو هنكمل كلامنا هقولك على سبيل المثال للحصر لو في حاجة عايزينها تستخبى ما كانتش الدخلية سمحت لأي تلفزيون وأي جهة وأي موقع وأي قناة تروح وتغطي وبمنتهى السلاسة واليسر ما فيش حد من الأهالي اتقلوا ما تتكلمش أو ما تقولش أو ما تسجلش ده لو في حاجة مفيش على رأسنا بطحة على الإطلاق خدنا بعضنا رحنا سلاموا عليكم استأذننا السد الضباط اللي موجودين يا جماعة احنا بعد إذنكم عايزين نسجل مع الأهالي في أي موانع بالضبط كده اتفضلوا تحت أمركم الناس موجودة قدامكم الناس كلها الناس رايحة وناس جاية واللي بيشتري حاجة من محل واللي واقف على الباب واللي كان بيساهم في الإنقاذ واللي بيساهم في الإطفاء وما إلى ذلك اتفضلوا طيب يا جماعة بعد إذن حضراتكم ممكن ندخل علشان نصور داخل مبنى الكنيسة اتفضلوا أهلا وسهلا اعرضوا الصورة وده اللي حصل يعني بالمناسبة يعني بمنتهى السلاسة بمنتهى السرعة بمنتهى اليسر عارف ليه لأنه مفيش حاجة تستخبى مفيش حاجة مؤسسة أو وزارة أو جهاز عايزها تستخبى بالعكس تماما عايزك تشوف علشان تعرف علشان دحقك علشان دول أهلين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة